من بغداد معي دكتور معتز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحث الأمنية والاستراتيجية الخبيل الاستراتيجي والعسكري ينضم إلينا عبر أقمار صناعية أهلا بك معنا دكتور معتز قبل أن نفند بعد مائة يوم من هذه المعارك لطرد داعش من الموصل انطلاقا من التقدم الذي أحرزته القوات العراقية ومن الخسارات التي منية بها التنظيم ماذا نتوقع عسكريا للفترة القليلة كما يحكى المقبلة طبعا العدو ومسلحي داعش يلفظ انفاس الأخيرة في مناطق محصورة ضمن حاليا المثلث الموجود في مدينة طب الموصل ومجمع الشفاء وباتجاه حي الزنجيلي كل هذه المناطق أصبحت مواجهة يومية لقواتنا العسكرية وهذه المواجهة تعدى 150 متر بين الجانبين وهذه الأزقة تساعد العدو على الاختباء والغش وزرع كذلك بعض القناصين عن أسطح المنازل والمناورة بالراجمات أحيانا والقنابل اليدوية حتى يخلق حالم الفوضى والخوف والرعب بين المواطنين وبين القوات المتقدمة كل هذه حصيلة المعارك اليومية التي تقوم قواتنا بها بحذر خصوصا شرطة اتحادية والفرقة التاسعة التي تقت على عتقة تحرير ما تبقى من هذه الأحياء الثلاثة التي بقيت لحد الآن بها دواعش من هي القوات التي ستشارك بهذه المعارك القليلة التي يلفظ فيها مفروض داعش أنفاسه الأخيرة كما قلنا في هذا التقرير وفقا للمؤشرات على الأرض من القوات هل من استراتيجية معينة تخترف عن استراتيجيات سابقة خاصة مع كل هذا التركيز بعد كل ما خسيره لداعش على المدنيين طبعا استراتيجية تخترف عن السابق لأن لا وجود ضربات جوية لهذه المناطق التي حصرت وهيئت لها القيادة العسكرية فرقتين مدرعة الفرقة التاسعة وفرقة المدرعة الموجودة مع الشرطة الاتحادية وكذلك قيادات الفرقة المختلفة في الصنوف تحت أمرة الشرطة الاتحادية التي أخذ على عتقها كل هذه القوات بتحرير هذه الأزاء وهذا هو من الممكن جدا في الأيام القادمة سوف تحرر هذه البقية الباقية من هذه الأحياء وتكون بيد قواتنا وأيضا معنية قواتنا بتوفير الممرات الآمنة للمواطنين لأن كما تعرفين المواطنين يهربون وهروبهم يكون في الفجر أو في الليل خوفا من القنص وخوفا من الرمي المستمر على هؤلاء المواطنين للمناشير التي وزعتها قواتنا وكذلك المذياع المستمر يوميا من قبل قواتنا العراقية لإفهام المواطنين كيف يخرجون بسلام من هذه الضربات ساعدت على وجود ممرات آمنة باتجاه الساحل الأيمن وباتجاه كذلك مناطق قريبة من هذا حي الزنجيلي باتجاه مستشفى الشفاء ومجمع مدينة الطب الموصل طيب اليوم بحكية عن قيام القوات الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير قوات طبعا كبيرة لتدريب وما إلى ذلك القوات إن كان في سوريا والعراق المهم ضد داعش كيف سيكون هذا الدور من جديد بهذه المرحلة الأخيرة الحاسمة لطرد داعش من العراق يعني خبراء أمريكان صرحوا بعد زيارة السيد حيدا اللعبادي لأمريكا ولقاء مع قيادات عسكرية في البانتوغون ومع ترام بأن السياسة تختلف عن سياسة أوباما بتوفير قيادات عسكرية تدرب كافة تشكيلات الجيش العراقي بكافة صنوفة وكذلك تهيئت أسلحة جديدة تختلف على الأسلحة السابقة وتهيئت معسكرات أيضا للتدريب ليس في مناطق الساخنة ولكن حتى في المناطق الوسطى والجنوبية وكذلك تطوير قابلية الجيش العراقي بكافة صنوبة على حرب العصابات وكذلك حرب الشوارع لأن المسألة القادمة تختلف عن موضوع تحرير المدن لأن عدو حاليا يفكر باستخدام حرب العصابات وحرب ما يسمى تحت الأرض ولكن في تحضير كبير لهذه المعركة يبدو بأنه لن تكون سهلة كما ربما يقول البعض من ضمن الميزانية ستكون حصة العراق حسب ما أعلن مليار و269 مليون بالضبط وإحتمال أكثر يكون هذا الرقم لأن القوات العراقية توسعت بالتشكيل وتوسعت بالعدد والعدد وتحتاج إلى عمليات تدريب نوعي لأن العمليات القادمة يخصون مسك الحدود يحتاج إلى قوات متمرسة على مسك الحدود لأن كل قيادات داعش وأغلبها هربت خارج حدود الموصل باتجاه سحراء البادية وأطراف الرقة وأطراف البكمال وأيضا هناك بؤرة حاليا قد توجهت إلى تلك القيادات هربا هي بؤرة الحويجة والشرقاب هذا المثلث أيضا مثلث مهم سوف تقوم قوات عسكرية بتحريرها بعد تحرير جزء الأيمن من الموصل إذن أمام عمليات عسكرية قادمة يحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى قيادات عسكرية كفوئة ومتدربة وأفراد مسلحين بنوعية من السلاح وخصوصا نوعية من الطيران لا ننسى وصول دفعات من الأف 16 وصلت إلى قاعدة بلد أخي مؤخرا وحاليا تدرب عليها الطياري العراقي لاستعمال في ضربات جوية في هذه الأماكن التي اشرت لها نعم أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا دائما من بغداد دكتور معتاز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الخبير الاستراتيجي والعسكري